أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والدفاع عن المصالح العالمية فيها وعلى وجه خاص الجهود التي تقوم بها قوات البحرية الأمريكية في حماية طرق التجارة والملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير الخارجية مع سعادة السيد براين هوك مبغوث فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للملف الإيراني مستشار وزير الخارجية رحب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بسعادة السيد براين هوك في زيارته لمملكة البحرين ضمن جولة له في عدد من دول المنطقة لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة منويا باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لسعادة السيد براين هوك حيث تم التأكيد خلال اللقاء على متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية وأشار سعادة وزير الخارجية إلى جلسة المباحثات التي عقدها مع سعادة السيد براين هوك والتي تناولت علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيث أكد سعادته على أهمية الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران وتشديد العقوبات عليها نتيجة سلوكيات إيران في المنطقة واستمرارها في تزويد الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق بالأسلحة ومواصلتها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإصرارها على عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأوضح سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين واجهت بكل حزم التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية وأن الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية الإيرانية والقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي مشيرا إلى دعم إيران للإرهابيين والمتطرفين في البحرين بالأسلحة والمتفجرات والتدريب والتحريض مما أدى إلى مقتل خمسة وثلاثين مدنيا وعنصر أمن وجرح ما يقارب ثلاثة ألاف وخمسمائة مدني وعنصر أمن أصيب عدد كبير منهم بإصابات بليغة وعاهات واستديمة وتخريب منشآت ومحطات كهرباء وأليات من خلال ما يقارب تسعة وعشرين ألف عمل تخريبي جميعها موثقة وقال سعادة وزير الخارجية إن وجهات النظر اتفقت على ضرورة مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وما تقدمه إيران من دعم مباشر لجماعات حزب الله الإرهابية والميليشيات المتطرفة وجماعة الحوثي في اليمن وعرقلت الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية كما اتفقت وجهات النظر على أن إيران تقف خلف الأعمال العدوانية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من خلال مهاجمة المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية وقصف الحوثيين للمناطق المدنية الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع وأكد سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني دعم مملكة البحرين للجهود الأمريكية الرامية إلى معالجة تداعيات الملف النووي الإيراني بما في ذلك استمرار إيران في برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وبخاصة تلك القادرة على حمل رؤوس نووية وضرورة التزام إيران بالاتفاق بشأن برنامجها النووي مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون طالما طالبت ومنذ سنوات بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وأن هدفها أن يعم السلام في المنطقة وأن تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار والاستهار كما أكد سعدة وزير الخارجية أن مملكة البحرين كانت دائما تدعو إلى علاقات طبيعية مع إيران تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء مشيرا إلى أن مملكة البحرين قيادة وشعبا تدعو إلى السلام والاستقرار وتنمية المنطقة لأن المنطقة بحاجة إلى إعادة الأمل لشعوبها وبالأخص الشباب والنظر في التعاون لإعادة بنائها بعدما شهدته من قتل وتهجير ونزوح وتدمير فيجب تهيئة الظروف لذلك وتمديد حضر تصدير السلاح إلى إيران وهو من الأمور الأساسية لتحقيق ذلك من جانبه أشاد سعدة سيد براين هوك برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في تعزيز وإرساء قيم التسامح والحرية الدينية في مملكة البحرين منوها بما تحققه مملكة البحرين من نهضة تنموية في مختلف المجالات مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مشيداً بالدور الاستراتيجي لمملكة البحرين في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة مؤكداً أن مملكة البحرين تعتبر أفضل صديق في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية كما أعرب سعادة السيد براين هوك عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الخارجية وتحدث سعادة السيد براين هوك عن الأسلحة التي تهربها إيران لوكلائها في مملكة البحرين مؤكداً على ضرورة تمديد حضر الأسلحة على إيران فقد استمر هذا الحضر لمدة 13 عاماً وكان فعالاً في تقويض وصول الأسلحة التي تصدرها إيران لوكلائها في المنطقة ومنها في مملكة البحرين مشدداً على أن انتهاء هذا الحضر سوف يمكن إيران من تعزيز مخزونها من الأسلحة وتعزيز قدراتها البحرية مما يهدد الملاحة والتجارة وقال سعادة السيد براين هوك إن على المجتمع الدولي الاستماع لدول المنطقة التي ترفض رفع حضر الأسلحة مشدداً على أن رفع الحضر سيقوض من الأمن في المنطقة وهو أمر لا تقبله منظمة الأمم المتحدة وهو خيانة لكل ما هو مدون في ميثاق الأمم المتحدة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وأفاد سعادة السيد براين هوك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على منع رفض حضر الأسلحة عن إيران حتى تغير إيران من سلوكها وتتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية ومهاجمة جيرانها في المنطقة مؤكداً على أن هذا الحضر سيستمر بدعم وجهود دول المنطقة وجهود مملكة البحرين وأشار سعادة السيد براين هوك إلى وضع الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم سرايا الأشتر الذي تدعمه إيران على قوائمها للإرهاب والذي كان مسؤولاً عن عدد من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين حيث قام بتفجير في عام 2014 أدى إلى مقتل شرطيين كما قام في عام 2017 بقتل رجل أمن آخر مؤكداً أن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ستستمران في شراكتهما من أجل مواجهة مثل هذه التنظيمات الإرهابية وفي ختام المشاورات أصدرت حكومتاء الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين البيان المشترك التالي تشترك الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في التزام قوي ودائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني فقد سعت جمهورية إيران الإسلامية إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها وعلى الرغم من جهود إيران ظلت البحرين ملتزمة بقيامها حريصة على تعزيز التعايش السلمي وكفالة الحرية الدينية ولتزال الولايات المتحدة ملتزمة بأمن البحرين والشراكة العميقة والفعالة بين البلدين لمواجهة الإرهاب المدعوم من إيران وإذراكا للتهديد الخطير الذي تشكله عمليات نقل الأسلحة الإيرانية في المنطقة على نطاق واسع وفي البحرين على وجه التحديد فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تطالبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حضر الأسلحة المفروض على إيران إذ أن الحضر أداة مهمة لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها كما أنه يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها ولقد رأينا ما فعلته إيران بهجومها على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019 وإذ فشل المجتمع الدولي في تمديد الحضر فستعاني مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى من عواقب سباق التسلح المزعزع للاستقرار ويجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ عن السلم والأمن الدوليين ومد حضر الأسلحة المفروض على إيران ترجمة نانسي قنقر